هاي جماعة كيفكم ان شاء الله تكونوا تمام اليوم ارجعت لكم بفيديو جديد وفيديو اليوم رح يكون اما احنا فيدي اليوم اخر فيديو نسلته للطبخ وهو اظن ان كان مطبخ اكلات كورية وهالفيديو كتير حبيته وبعد ما نزلت هالفيديو كتير منكم طلبوا مني اعمل جزء ثاني كمان اكلات كورية رسيتكم كتير بتحب الاكلات كورية وطبخ واشياء ونطلق خاص كم فيديو بنزل للطبخ فاليوم رح برضه اطمخ معكم كما انتم شايفين في غاز وطوا واشياء اليوم الطبخ هيكون اكلات كورية بس ورح يكون اغرب وصفات راميون الكوري انا بصراحة انا اول مرة اعملهم اعمل جربتم بس برضه كان ترند عند الكوريين وكتير كانوا بيعملون ويلا نبدأ بالفيديو وحيكون فيه ثلاث وصفات راميون واول اشي رح نبدأ بالوصفة اللطيفة الخفيفة عشان تعرفوا تجربوا اذا حابين اول وصفة وهي هنجنبي بين راميون وهي راميون بخلطة الصويا سوس فاول اشي راميون حطوا بالمية رح اغليه وعملوا عادي يعني بدون تحطوا ولا اشي بالمية المغنية عادة وهناك في الماء الميت غيلي فا رح احط لراميون ايا 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 نوعين لديك فقط راح نستغر هايو بهبلي مش ح Essenغرمين partنا ب limited partنا وہا احن فقط رح اقره مع كورونا بس ونحول هله ment DBみt te endurance دفعوا الماء عليه الي فيه وانتغسله بالماء بعد دفعوا داخول الماء الي فيه وفي что got out different food دفعوا ماء الراميون اللي فيه بعد اكرا ميستويه وبشغلوا بالماء بعد دعيونا احط راميون بشقة ثانية الانية ونعمل الصس انتغلي اغلي هاي سويا سوس و سويا سوس موجودة في غزة عادي يعني ممكن نجيبوه من المول او سبرناكتات موجودة عادي وسكر و هاي بيكون زيت سمسم و او اول شي راح نحط السويا سوس معلقتين سويا سوس و معلقات سكر و معلقات زيت سمسم و بس راح نخلطو جدت كتير كتير سهل يعني مش محتاج اشي تاني غير هاي بس ضالت سويا سوس ممكن نجيبوه و اخر اشي بس راح تحطو شوية سمسم سمسم عادي ف هاي السوس بس لشخص واحد لاندمة واحد يعني ف انا عملت مش كتير يعني قليلة كتير كتير سهل الاشي هاي الراميان مشهور انه التاكل هو بارد عشان عشان يقول تلكو اغسلوا بماية باردة عشان هاي الراميان بتتاكل هو بارد هو هاي وهكا جماع جبت الراميان غالينا واستوا و غسلنا بمية باردة ايو هك شكله و راح تحطو الصص هيك وهكا جماع بيكون خلاص الراميان جد سهل سهل كتير 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 لطيف و حلو الاشي شتير majority و التغيير من الاندومي و الراميان و الاشياء دايما عندها كلها ل sugars شهره راميان اسمه كوجيرايشيك اسمه غريب انا و ابو اسمه اسمه كوجيرايشيك لا يوجد معنى بالكوري فبحثت عن الناد ليش اسمه كودي رايشيك طلع هاي الوصفة الراميان طلع في اشي الانيمي واسم البطل في هذا الانيمي اسمه كودي راي فعشيك على سموه على اسمه عشي هو اللي عمل هاي الوصفة في الانيمي كتير كينو مشهور برضو كتير ناس بعملوه فكنت بدي اترجمه بالعربي بس ما فيه ترجمة فعادي كودي رايشيك رامي فرح نبدأ بالاشي برضو كتير سهل فنبدأ نشغل الغاز اوكي وبعدين نحط كباية ميان مية سخنة انا جبيت عشان على السريع يغلي كونه مغلي تقريبا خطت كباية ميان والمية على السريع يغلي فرح احط الراميان هاي بنصحكم تحطوا راميان اللي بتحبوه انتم النوع اللي بتحبوه البهار وزاكي احنا جبنا اي راميان اللي موجود وهلا تقريبا الراميان استوام فرح نوط النار شوي ونحط البهار هاي البهار تعال الراميان اللي استخدمته وهذا اضافي بس عشان الرامي اللي هما اللي استخدموه في كوريا بيكون حار شوي فهذا الرامي مش حار فنحط شوية فلفل الاحمر نحط شوية فلفل الاحمر فلس هو هيك بنحط بيض وهي اختياري اذا بتكون حطوا اذا بتكون مش عادي بعدين سكروا وقطوا النار لا اخرش اصغر اشي هااااا احط ما يستوي البهار اللي شوrukة وهيك بدأ قريبا خلص وهيك من يكون دقربان خلص فاااااااااااااااااااا وهلا راح نفتح البنص هدا وهيك وينزل السفار اللي بالبهار وبتأكل فأنا متحمسة أجرب الوصفة اللي بعدها هي وصفة اسمها شنراميون تومبا عالي ممكن تومبا راميون وبرضه بحثت ليش اسمه تومبا برضه تومبا يعني كلمة غريبة يعني مش كورية فبحثت عنها تطلع هاي تومبا بيكون اسم مدينة من مدينة في أستراليا فأنا مش عارفة ليش شك سموه على اسم مدينة في أستراليا بس طلع انه مدينة من أستراليا راميون هذا يجب أن يكون شوية حار فالكوريين استخدموا شنراميون وهي راميون كتير مشهورة في كوريا وراميون اللي معظم الكوريين كلهم يأكلون فهي شنراميون حلال وحساح يطلع اسكر بس إذا مش موجود على كل شنراميون هاي ممكن تستخدموا راميون تالية عادي بس بشارط انه لا تستخدموا اشي حار عشان راميون هاي مشهور انه حار يعني بدنا نقطع راح نستخدم بصل و ترم راح نستخدم بس نص البصلة عشان مش راح نعمل كتير وراح نستخدم ثلاثة ترمة برضو راح ننقص هيك عادي و هلا قطعنا البصل و التومة كلهم قطع بعد راح نبدأ نقل فيهم و نبدأ نقل بالتومة أول إش تومة لازم السيرج و نحط أول إش التومة حد ما يسير لونيك أصفر زي على خطار و يستو شوي تقريبا لونه صار جاي على سفار فرح نحط البصل هلا على طول وهلا راح نحط و طبعا الجنبري بيكون اختياري عادي ممكن ما تحطوهش بس أنا بحبه فعادي لو خطيت فرح نحطه بس يستوي الجنبري شوي فرح نحط قباية حليب حليب حسنا حطنا حليب عشان هاي الوصفة زي كريم سباكتتي زي هيك يعني و هلا غلي الحليب شوي فرح نحط هلا هادون البهار تبع الراميون و هلا رح نحط البهار بس نصف مش رح نستخدم كلهم صار لون جاي على حمار شوي صار شوي حار و هلا رح نحط جبنة هاي جبنة المربعة بلص هاي و خليه سياح شوي و هلا اخر اشي اخر خطوة بالراميون هادا اللي استوى و خلص و غسلناه بباية بعدها فرح نحطه و رح نلخبته هايك اخر شي هلا اكتر راميون كنت متحمسة له اكله هوا هادا فكتير متحمسة اجربه تقريبا هاي خلصنا وهيك بنكون خلصنا تاتو فاطر راميون كلهم و حسيت يعني انه صرت احسن بالطبخ شوي حسن بتعلم الطبخ قاعدة يعني خطو خطوة شوي شوي و انا بالفيديو و فبحب الطبخ انا فهلا راح نحط الراميون الثلاثة كله و احكي لكم كيف الطعام كل واحد عشان انا انا بصراحة انجد اول مرة اجرب من ثلاثة هادول كلهم و هيك بكون خلصنا الثلاثة وصفة الراميون كلهم انا هجد عانا فمتحمسة اجربه فا اول ايش اخري انتر ببن اول ايش اللي عملنا هو هاي الراميون بالصوية بالصوية خلطة الصوية و هناك اشي 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 صوية و الخلطة الصوية بس الحسي بارد فا احسهم اشي بارد فا اذا كان لنا في الصف بالصف و هاي احنا شو بنين بمنوكو راميون بارد و اجعلنا اندوميا با اشي بارد فا ازبط هاي اشي حاسم الثاني اشي اكتر اشي متحمسة لهون راميون التومبا تومبا باستا كتير مشهور في كورية تومبا باستا عملوه عطريق راميون عشان يكلون هذا هو دايمان و اذاكي على الراميان حسنا برضو يطلع ذاكي بسم الله اوه! ذاكي وشعافة هاي انا بحب الكريم على طريقة الكريم فقنا حسنا ازاي الكريم بس طريقة حار شوية والغمباريزات معها بس اسكي بهاي عشانه حار و مع الكريمة من حليب هو زي طريقة الكريمة فجلين مع بعض كثير زاكي مع بعض ونجرب الراميان الاخير هاد لقد طعمتها لكن اشكار كما تريد اندومة ممتازة او سيطلع طعم و كل واحد غير لكن اشكا 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 انا احبتها هو هذا هذا كتير سريع و خفيف و سهل طبقة اليوم برضو زبطت الحمدلله و لكن هذا كان فيديو اليوم ان شاء الله عشانكم فيديو اذا اردوه 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 انتبع تنسوا الهائق اشتركوا في القناة لكي نصنع لكم كل فيديو جديد وان شاء الله حبيتوا هاي الفيديو الطبخ ان شاء الله لقدام برضو ممكن اعمل طبخ ومسا فيه اشياء وصفات اشتعبالي ممكن اعمل بس باي